السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الأعزاء في فيديو جديد وشكرا جدا للدعم في الفيديوهات اللي عدت وأنا عمري ما هنساكو ومت كلك إخواتي فما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده لو المحتوى عليبك لو ما عليبكش ما تعملش أي حاجة وندخل في الموضوع على دور أمان خضراتكو كتير منكم بيسافر الخليج أو الدول الخليجية يعني زي الكويت والسعودية والإمارات أيا كان الدولة يعني أنت بتروحك فأكيد هتلاقي جنسيات كتير جدا هندي و بنجالي و إثيوبي جميع جنسيات فهتلاقي كل واحد عنده ثقافة مختلفة بس لازم ضرما هم دول الداخل الدول العربية أنهم يتحدثوا اللغة العربية بس طبعا اللغة دي مش لغة عربية زي لغتنا العادية دي لا بتكون مكسرة بس كلوا بيفهمها أي جنسية بتفهمها فالمهم أننا هحكي لكم الموقف اللي حصل معايا وأنه كنت شغال في الكويت كنت شغال محاسب وكان عندنا واحد هندي بيعمل شاي و كده فالمهم اللحظت عليه جدا أنه هو دايما بيقول للكويتة بابا بابا كذا بابا كذا فأنا مش فاهم ما هو ليه بيقول بابا و كده فأنا قلت طبعا شغالت مخي و قلت ممكن يكون كلمة بابا دي كلمة بيحبوها الكويتة فأنا قلت هالو مثلا يعالي للراتب أو يزباطني المهم بدين هديك بحلوة هم فأنا ابتديت أقول للكويتي بابا 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 فأقابلني واحد مصري بيقول له انت بيقول له بابا ليه قلت له عادي يا عمي المشكلة ما أقول له هندي بيقول بابا ايه المشكلة يعني قال لي لا دي بابا دي يعني سيدي و ما بيقول له عايش غير الجماعة خدامين و كده فأنا من يومها ما قلتش بابا خالص لأنها ما قلتش لابويا نفس يا بابا هقول للحد تاني يا بابا فأدي كده موقف حبيتة أحكيه لكم عن سبيل الهزار اي حاجة ما تنسوش اللايك و الشير و ان شاء الله صالح الدعاء منكم والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة